صرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كاف لها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخل السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة الأخوان المسلمين وداعش والقاعدة والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج واستخدام وسائل الأعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليا كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الإنقلابية حتى بعد أعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن كما أنها اتخذت هذا القرار تضامنا مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة وأنه منذ عام 1995 للميلاد بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهودا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيدي بالاتفاقيات إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مضلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياضة وإنفاذا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما كما تمنع بكل أسف لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين وتؤكد المملكة العربية السعودية إنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها والتآمر عليها حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة وجزء من عمتها وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمةً لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر